السلام عليكم وبركاته أهلا وسهلا بكل متابعين الجمهورية أونلاين معكم الدكتور أحمد بشير مدرس مساعد أمراض الصدر الحاسية بجامعة الأزهر قاهرة النهاردة سريعا كده هنتكلم على حاجة خاصة بمرضى حاسية سواء حاسية الصدر أو الأنف وطبيعة الأجواء الحالية اللي احنا بنعيش فيها في مصر حاليا طبعا الأجواء ديت أجواء بردة بتكسر فيها نوبات البرد والعطس والرشح والمشاكل كلها اللي بيعيشها لسواء الأطفال أو الكبار هنتكلم أولا عن مرضى حاسية الأنف مرضى حاسية الأنف طبعا حاسية الأنف بتتميز أن هي بيكون أدوار عطسة متكررة بيكون معها رشح أو زكام ممكن كمان يكون معها ألم في الحل وحاسية الصدر اللي هي طبعا بتتميز بوجود أزيز أو صفير في الصدر مع نوبات كحة متكررة نتيجة تعرض للأتربة أو الغبار أو الهواء البارد الاتنين دول بننصحهم طبعا في الفترة دي على قد ما نقدر ما نخرجش برا البيت يعني على قد ما تقدره لو نقدر ما نخرجش برا البيت ده هيكون حل ممتاز جدا وبنتجنب نوبات النشاط الحاسية اللي بتحصل في الوقت دوات بالنسبة لمرضى حاسية الأنف رقم واحد في حاجات مهمة جدا وقائية ممكن نعملها زي أن احنا لما نيجي ننزل على قد ما نقدر لازم الأنف والفم نكون مغطينه ده طبعا عن طريق الكمامات اللي احنا محتاجينها في الوقت دوات الأجانب طبعا تنظيف الأنف باستمرار بطبعا غسول محلول الملح أو بخات مية البحر ودي حاجة طبيعية وتتحسن من أداء الجهاز التنفسي العلوي وتتمنع تراكم الإفرازات اللي بتساهم في حدوث نزلة البرد الأجانب طبعا البخات الوقائية بتاعدنا اللي هي بخات الأنف الوقائية دي في الغالب مرة ليلا ودي بتحسن معها المريض بشرط الالتزام بها تاني حاجة مرضى حسية الصدر مرضى حسية الصدر على قد ما نقدر برضو نتجنب النزول تاني حاجة بالنسبة لتهوية البيت احنا طبعا محتاجين نهوي البيت بس سيارية التهوية بتاعت البيت تكون ايه تكون فيه شابيك جانبية وما يكونش أوقات نشاط العواصف أو الرياح أو التراب أو الكلام ده كله ونتجنب برضو على قد ما نقدر ان احنا ما نتعرضش لأي روايح أو أي أدخنة لاني طبعا هتساهم في نشاط الحسية بالنسبة لبخات مرضى حسية الصدر اللي هي البخاخات الإسعافية اللي هي البخاخة اللي بياخدها وقت ما بتبقى فيه أزمات اللي هي البخاخة اللي بتقالونها رمادي أو رصاصي أو البخاخة لونها أزرق دي البخة دي لازم تكون متواجدة معانا طلاعنا روحنا في أي مكان لازم تكون متواجدة معانا لان ديها طبعا بتسعي في الحالة بسرعة وبتساهم ان دي التنفس اللي بيحصل ده بيتعالج في وقت قصير بالنسبة بقى للأدوية الوقائية طبعا مهم جدا لمرضى الحسية في الوقت ده ان احنا الأدوية الوقائية بتاعي